السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته وبركاته ومعكم ورحمة الله ونكتلم دلوقتي ان شاء الله على السلالم الانشاية والزالة السلحة طيب لو انا جيت كده في structure وانتروه عايز سلالم انشاية هيقول لي ما عنديش طيب هروح لأرك structure وقوله steer وهد أرسم السلالم عندي 3 ارواح هقول له مثلا انها cost embrace في شكل دوت وهقول له اوكي طيب لو انا علمت على السلالة ديت وقالت له مثلا ان انا عايز ابدأ اسلح فيها خلان اختشن كده شن بس نعرف ايه المشكلة لاني جي لكذا سؤال في القناة عن موضوع تسليح السلال طيب هؤلو ابدأ تسليح structure وقال له repair كده مش هيدا بدور يسلح طيب خلاني اعرفها structure هو بش مغايف ان السلم من نوع اللي انفع يتسلح فاحنا هم نلاقي طريقة تسلح بها السلالة بشكل كاب هو مش حاس بيه هو بيدور على العنصر من العاصر غير فعل تسلح يعني على سلم ما قوله ايه خد سلح لي الباب ده يقول لي الباب ده بس سلحشي من النقطة ابدأ المشكلة عشان تبقى معي بس في الصورة ادراكت هروح لcomponent model and place وقول له انا عايزها floor اوكي اوكي وهبدأ ارسم extrusion وقول له بك قبل هين ده اللي بالنم بتاعي كمان لو ارتروش هو هتلاقي ان هو معلم على الجزء كله وهبدأ اقول له اعمل لي الجزء دوت خلي امزني هنا تمام؟ طيب اشيل ديت وبعد كده اقول له اعمل لي الجزء دوت ممكن تعمل خطيب منه وتقول له كامل امزني هنا وعلى فجرة اللي بعمله دوت ممكن تخليك تشكل سلم كمانا نكون اوكي زود لي هنا سانتي زود لي هنا سانتي اعمل لي بشكل فلاني هتقدر تستخدم الطريقة ديت انا ممكن اعمل select كده لجزء دوت وقول له كوبي من هنا لهنا من هنا هكذا دوت هتقدر بها تقول له انا عايز بس الجزء يالية هتقدر بها تقول له اعز بس الجزء يالية وتقول له بديه اوكي لو فيها مشاكل هايقول لك ان في خطيب بعض خط ده بنقرر فهو كده عمالي السلم خلينا نشوف بقى في السري دي سركت على الجزء ده ورغولي في السري دي سيقوم بقى في السري دي سيقوم بقى الظاهر وبرد ممتاز ممكن بعد جهة تلغي السلم زوت يعني ده السلم ده معماري انا مش عايزه انا عايز السلم بس ده الفلور طيب اعمل سلكتك كده واقوله فلتر واقوله اعمل سلكتك على ستير انا مش عايزه دليد انا عايز الفلور بس كده هتلاقي موضوع التسليح معاك بقى سهل جدا ببقى شوية مشكل خالص هتروح هنا لسترقشور هتقوله ربار هاجي هنا اصغر الاشكال اللي انا عايزها وبعد كده هاجي هنا اقوله انا عايز بنير كفر ريفرانس تقدر تحط العاصر اللي انت عايزها بشكل انت عايزه وتقدر تعدل فيها زي ما انت عايز مثلا على سبيل المسال اعايز احط السيخ بشكل دوت عايز اقوله انا عايز ابرر اللي اوفر من تقدر تقدر بتبدأ بتحط العاصر اللي انت عايزه بشكل دوت ممكن تعمل سلكت هنا وبتعمل ادت لي زي ما انت عايز فاصبح التسليح موجود للسلالم بسهولة جدا ممكن تعمل ادت للسكتش وتبدأ ترسم تكمل شغل بتاعك زي كده ممكن السيخ الحديد دوت ممكن تعمله كده وتقوله انا عايز اعمل مثلا اري وتقوله انا مثلا مش فاكر عدد السلالم هنا وليكون مثلا 20 وبالك انا امليها اديك اول واحدة والتاني واحدة هو بيع من ال 20 المحتاجين هتبقى 1 و 20 بالشكل دوت اهوة فالفكرة ان انت خلاص بدأت تقدر تشتغل تعمل تسليح للسل بدون المشكل خالص هنا البيو في زبادتي ممكن اقوله وريني الشغل في 3D تعليم على الحاجات البيو في المشكل خالص كالا صورت وممكن تخليه زهر كل البيوهات اللي موجودة بس انت لما تروح لسل دي تشوف الشغل بتاعك إذا أتوقع تعلم على الريبارد أولا تقول له مثلا من أعيز بقي يتكرر معي عدد معين من الأرقام ولكم مثلا من ثلاثة أربعة زي ما أنت أعيز أولا إذا أرتديش تسليح زي ما أنت أعيز فقال في المشروع بتاعك أفقي ورأسي وكل اللي أنت أعيزه اشتركوا في القناة